انطلاقة إقليم كردستان العراق كفاعل اقتصادي وجاذب لشتى الاستثمارات العالمية أزعج بعض دول الجوار ولذلك كان هناك استهدافا ممنهجا لهذه البقعة الآمنة وأخرها استهداف رجل الاقتصاد المرحوم بيش روديزي وبحجج واهية لا أساس لها وبدون أي دليل لزعزعة استقرار وأمن الإقليم تجربة الإقليم الناجحة هناك من لا يرتضي لهذه النهضة أن تمتد لباقي محافظات العراق فبات من المعلوم أن جهات داخلية وخلفها خارجية لا يحلو لها هذا التقارب بين بغداد وأربيل وانزعجت كثيرا وأخذت تروج وبأقاول لا يصدقها أحد بوجود الموساد في الإقليم استهداف الإقليم يراد منه تحقيق مصالح الدول الإقليمية على حساب سيادة العراق جلها تعود لجملة من الدوافع من أهمها وأولها كسر إرادة الشعب الكردي في سعيه الدائم والمتواصل والدؤوب للحصول على حقوقه القانونية والدستورية والتي تكفلها له كافة المواثيق والعراف الدولية كذلك تهدف تلك الاستهدافات لكسر وضرب رمزية أربيل بكل ما تمثل الرمزية من معاني والتي عرفت بمحاربة الإرهاب لذا صار واجبا ترك الخلافات جانبا فالخطر المحدق كبير خصوصا أن المنطقة في حالة غليان والجميع مطالب بأن يجلس ويراعي مصلحة الوطن ولتبدأ خريطة طريق تصحح من خلالها أخطاء الماضي وفق مبدأ الشراكة والاتفاق والتي دعا لها الرئيس مسعود بارزاني دوما كأساس للحل وطريق للنجاة للوصول للمبتغى المنشود ترجمة نانسي قنقر